مرحبا وقطر من أخبار فيسبوك قررت الشركة أن تهينا على المستخدم وتقوم بتجربة ميزة السنوز يلي بتسمح لكم أن تعملوا ميوت لشخص أو جروب أو صفحة على فيسبوك عم بتنزاجه من بوست تيتا السنوز بطن بيعطيكم الخيار أن تخفوا البوست لمدة 24 ساعة أو أسبوع أو شهر بدل ما تضطروا تعملوا أنفالو أو أنفرند ننتقل لتويتر والرئيس دونالد ترامب يلي من جديد فيجأ الكل بريتويت على صفحته لفيديو مركب بيظهر فيه عم بيلعب جولف وهيلري كلينتون عم توقع من وراء ضربة ترامب للطابة هالريتويت شغلت الناشطين على مواقع التواصل حيث كتار خيب أمالهم فيه بعد هالتصرف يلي ما بيليء برئيس الولايات المتحدة لهون نصلنا لنهاية التراند يلي فيكن تتابعونا على فيسبوك وفيكن تتابعونا على انستجرام وتويتر لقونا بكرة لأخبار جديدة من السوشال ميديا